اشتركوا في القناة يونيو طبعا انتقال عطارد الى ثور رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وستة وعشرين دقيقة بعد العصر ورح ينكث عطارد في برج الجوزاء حتى تمام الساعة ستة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من صباح يوم خمس سبعة كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير ونقل افكارنا الى الغير وتقوية الذاكرة وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات بالنسبة لصفاته طبعا معروف صفات كوكب عطارد الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير والتحليل لبعض الامور وكثرة الحركة ولكن من سلبياته انه بعطينا العصبية بنجد انه كوكب عطارد انه انتقاله للجوزاء رح يكون في بيته ورح يشكل زوايا ايجابية كثير خلال هذه المدة اللي رح ينكثها فرح يغلب عليه طابع السعادة خلال الفترة ما بين 13-6 وحتى صباح 5-7 بيستفيد موليد برج الجوزاء في مجال الدراسة المطالعة الاتصالات المواصلات طبعا مش بس موليد برج الجوزاء حتى موليد الابراج الهوائية والنارية يعني زي الميزان مدلو الحمل لأسد القوس وكل شخص تواجد عنده لحظة ولادته كان عطارد موجود في برج الجوزاء هدولا هم اكثر المستفيدين بالاشياء اللي ذكرناها بالنسبة للابراج الاخرى طبعا شو التأثيرات او تفصيل اكثر على الابراج ايش اللي رح يتأثر او ايش اللي رح يستفيدوا منه من ناحية ايجابية بما انه عطارد رح يكون ايجابي موجود فخلينا ناخدهم بالترتيب برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيستفيدوا الطلاب الابتدائي الثانوي في اهدول اهم اشخاص في الدراسة وفي المطالعة وفي تقديم الامتحانات وبرضو بامكان موليد برج الحمل ممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن يشتروا سيارة او يهتموا بالالكترونيات مثل التلفونات او الكمبيوترات او التلفزيونات يعني الاجهزة الالكترونية بالاجمال بيهتموا فيها بشكل كبير كمشتريات او صيانات او اه يعني اه تجديد هاي فترة مهمة للقيام باسفار دراسة عمل المشاركة في لقاءات او ندوات فكرية وبرضو تعزيز العلاقات مع الاخوة ومع الجيران برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا افكارهم كلها بتنصب حول افضل السبل لكسب المال اه بنشطوا بشكل كبير لتحقيق ارباح بالفترة هاي اللي هي الارباح المالية برضو ممكن في هاي الفترة اه يسمعوا اخبار سارة بخصوص عملهم او يحصلوا على ارباح سريعة ومفيدة هاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية والتبادلات المالية او تحصيل بعض الارباح او الاموال اللي كانت صعب انه يحصلها بالفترة الماضية او يناقش على امور الها علاقة بالتسوية المالية يعني بكون عليه التزامات مش عارفة يرتبها الفترة هاي ممكن يرتبها مع المدينين برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا بالفترة هاي بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير بآراءهم بينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات بشكل كبير جدا يعني حتى امور الها علاقة بالسفر كانت معطلة بالفترة الماضية ممكن انه بالفترة هاي انها تمشي بالشكل الايجابي برضو بيتمكنوا من انجاز بعض اعمال مهمة كان صعب انهم ينجزوها بالفترة الماضية بالفترة هاي بيحققوا انجازات رائعة وبيجدوا سهولة في متابعة دراستهم برضو منهم ممكن يبدأ بدورة تعليمية او يتعلم شيء جديد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بما انه عطارد رح يكون في بيت متاعبهم وحالة ايجابية ما رح يكون بيعطيهم سلبية كبيرة بالعكس ورح يعطيهم اهتمامات اكبر في مجال الغيبيات والروحانيات وحتى بالاحلام وبيجدوا حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعيقهم او من اشخاص بتآمر عليهم من خلف الكواليس ممكن يكشفوهم بكل سهولة برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد هنا بميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء ممكن في هاي الفترة يتعرفوا على اصدقاء جدد او يتلقوا اخبار سارة عن اصدقاء بقيموا بعيد في دولة ثانية او في مكان بعيد عنهم او ممكن يقوموا بمشاريع او لقاءات فكرية مع اصدقاء رح يتعرفوا على اصدقاء جدد او رح يدخل حياتهم اصدقاء كانوا موجودين في حياتهم وغابوا فترة يرجعوا يظهروا على الساحة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء افكارهم كلها بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين وخاصة في مجال العمل او اشخاص دون وفوذ ممكن يستخدموهم او يستعينوا فيهم لا تخليص بعض الامور المهمة او يكون في ترفيع او ترقيه بعد موليد برج العذراء بيسمعوا خبر جيد بخصوص وضعيتهم المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع اشخاص ذو نفوذ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينشطوا في امور لها علاقة بالسفر البعيد الاتصالات البعيدة الحوارات والتعارف على اشخاص اجانب وبرضو بيستفيدوا الطلاب اللي في الجامعات من ناحية دراسة من ناحية تعارف من ناحية علاقتهم بالمدرسين بشكل كبير وهي فترة مناسبة زي ما حكينا للسفر دراسات العليا ربط العلاقات او التعامل مع الغرباء برج العقرب بتتركز جهودكم يا موليد برج العقرب او بتنصب افكاركم حول ضبط اموركم المالية المشتركة ما بين مكاسب ما بين قروض ما بين تغيير وضع مالي مشترك علاقاتكم بشركاء المال والعاطفة من ناحية مالية وبتجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون او النفقات المالية او بتطلبوا بحقوق لا الكم لها علاقة باموال بتتعلق بضريبة بتامين بميرات بقضايا بتتعلق بالنفقات المالية كلها هاي بتكون لصالحكم برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس هو ان التركيز كله بيصير على تبادل الاراء والافكار مع الشركاء شركاء المال والعاطفة تعزيز العلاقة معهم التصالح التراجع عن قرارات سابقة اقناعهم بوجهة نظرهم برضو بتكون علاقاتكم مع زوجاتكم او مع شركاء مرضية بيطبعها نوع من انواع العطف والمودة اي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحكم برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي بتفيدهم افكارهم مع زملاء العمل او عمل جديد او ترقي في مكان العمل او تغيير مكان عملهم من عمل لعمل افضل وبصير بالفترة هاي عملكم ممتع جدا وبتزيد حيويتكم وصحتكم وممكن تنجزوا اعمال صعبة جدا كانت عليكم او تبدأوا بمرحلة جديدة ممكن يكون فيها نوع من انواع ردات الفعل او الحسد او الكيد من بعض رفقاء العمل برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو التركيز كله بصير حول النشاطات الادابية وحث اولادهم على الدراسة الفترة هاي بتعرف لقاءات ممتعة وبكون لها اثار طيبة على حياتكم العاطفية وممكن تقضوا فترة ممتعة وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري او ادبي طبعا على المستوى العاطفي مميزين جدا ما بين التواصل او التعارف او حب جديد برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتنصب افكارهم حول شؤونهم او شؤون عقارية او بيتية او عائلية يعني مثل بيع عقار استيجار بيت جديد نقل من بيت لبيت تصليحات صيانة مناسبات عائلية او اجتماعية وبتسمعوا خبر مفرح بخصوص عائلتكم او بتنهو موضوع قديم او مشكلة قديمة عائلية هاي فترة مناسبة زي ما حكينا لتغيير محل الاقامة او القيام بمشاريع متعلقة بالعقارات فيك منكون انتهينا من شرح انتقال العطارد الى الجوزاء والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء